قلت لهم ما خلوني بيخربون علي مثل ما عندك دخولية يا فلان أنا عندي دخولية اليوم هذا يومي ولا يوم فلان يا خلاص يمقص تعاونهم أنا استنست النجال محور هذا المتسابق يعاون أخوه المتسابق يا أخي نجحوا بها عادي اليوم يأخذه فهد المعيام بكرة محمد بعد أنا عقب علي تعاونوا قد ما تقدروه والله أنا جايني حزين شكرا لك عزيز بس ما قدر طيب علي عساف موجود في الكوفيش الرؤوم علي حياك الله الله يحييك أعطوني علي علي شغل مايكك أول شيء مايكك طافي شغال شغال طيب حياك الله علي ما رحبه بعبد الله تشبه علي هلا والله البارح كنا نتكلم أدائك ورتمك في نزول ودنا ترجع علي وقلت في ظروف رجعت جبت العيد علي بس قبل الله كل هذا أنا رحب ناقد علي الغامدي مشرفنا الليلة وحسن الله عزاك ومسالم ولا تعبت الحمد لله على السلام هذا أوله الأمر الثاني ما أتوقع أنه في جيبت عيد بس دي رفعوا لي صوت علي تسمعني أبو عبد الله أسمعك أسمعت كلامي لأول ولا لا إيه سمعنا لأول اللي بعده ما أتوقع أي فما أتوقع أنه في جيبت عيد البارح صار حدث بعدما طلعت من غرفة الكوفيشن تروم من الأستاذ فهد معي أن الله يمسيه بالخير فلذلك أنا توجهت إلى الطريق الرسمية اللي طلبت من أباظة أن يدخلني الكوفيشن تروم على رصيد الخاص وقلت الكلام اللي بالخاطر وأنا متأكد أن الكلام أنا حذبته بالكامل فطلعت فاصل وأنا ما أدريت الأبعدين من فهد معي الله فضل على فهد كلامك كان غير مهذب بيوجهة نظرك الليلة البارح لا بعض المسائل لا تحتمل وجهات النظر بoted هذا أبيض أو أسود ما يحتمل أن تشوفه aconte urge هو أبيض أو لا أسود ماذا مراجعتك على أنه كلامي له لن Weight ما يصف على الشاشة من اللي حدد حدد العرف العام العرف العام اللي حدد هو أباضة أم المبتد؟ لا لا هو اللي حديد العرف العام الأ scientist العرف العام اللي أنت متعود عليه وأنا متعود عليه كلنا متعودين عليه هاهذا العرف العام يعني إعنا الأهم وأنا متأكد أن مرجعيتي وعرفي الممتزحني كان كلام كان كلام سن بسن وعين بها بناء على مرجعيتك وعرفك أريد أن أسألك عن تصرفاتك مع سعود الحوشان للفترة الأخيرة ما رأيك فيها؟ والله تصرفات عادية تصرفات عادية تحتدى في الدورة كمية وابغت تضربها تحتدى علىها وابغت تضربها وخطيت عليه وسبيتها كيف مع منهجيتك وأعرافك كيف الوضع؟ ما سعود؟ اللي قاعد تقوله كلام غير صحيح لا صحيح وأنت قاعد الحين تلخب لا صحيح الولد طاح رتمه بسببك السرح لا الولد جاسو طاح رتمه بسببك لان جاس تراط عليه على هو وتحتلها هذا المحور هذا احتل على قدرا لكن سعود له لسات علي عساف خل سعود سعود يقدر يرده غيره بس ما هو من الأدب يعني لا لا أسمع أباظ معي الحين والمعد يقول كلام اللي طلعhe غير مهذب وغير مقبول والفاظ غير مقبولة وهذه أمور المفروض ما تطرع على شاشة سواء اللي عن فهد أولاً ألاً أولاً تعرض لي يحن ناقش تمس مسألة فكرية عادية وهنا نظري فيها ولا أبقى ناقش كفية لا 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 ما هرم انت تقتي علي انعدام شرف الخصومة لمن أنا كن موجود يحmes أولاً يا عجري تنطرني أطلع وتسالف عن موضوع خاص فيني مع صالح ممكن تسمعني بس أولاً أنت لست خصمي أنت لست ند لي حتى أنك تقول يا أخي فارج بأني الخصوم والند لا لا الخصوم أنت مجمور عليها أنك باتشوفني ند هذا ممكن تسمعني يا حبيبنا أنت لست خصم ولست ند عشان تقول العدام شر أنا أنت متسابق وأنا ناقد يأدي عملي وأنت يأدي اللي عليك وتمشي أنت مجب نحن مش في حساحة حر ممكن أكمل لو سمحت أسهلاً إيه إحنا مش جايين في حرب يعني تضرب انطباق بالعصي ولا ملا مثلاً أنا تنقشت أنا وصالح البلوي على فكرة وأنت كنت من رواد هذه الفكرة تيجي نعدام شرفها أنا شو الخصومة اللي بيني بينك يا أخي أنت مزعلتي مو على الفكرة أنت نحن مستعجل أنا فقط ناقشك عليها أنت تقول لش ما ناقشت أنا مزعلتي مو على هذه أنا كلامي مو على هذه أنا كلامي على نبطتك الأولى لما جاك الدور وسلطان قالك تبت تقول لشي قلت لا أنا مو أقول لشي أولاً طلعت دقيقتين وأنا جيت دقيقتين قلت أن علي واحد ثنين ثلاثة يتنقل من كلامي إلى كلام ممتد وصار ممتد جيتك أنا بأساسيات اللعبة توجهت الكفش انتروب على حسابي طيب تسمع ممكن تسمع أباضي شاف أن الكلام ما يستطيع يا علي بتريد مستوانا يا علي سمعت تسمع اسمي الآن أنا بينك علي الغامدي أنا وياك احنا كلنا نلعب كرة حلو وأنا ناقش حرفيّتك طريقتك في اللعب في لعب كرة القدم بس ما أريد أن ناقشك سلطان الهمالي لعب كرة القدم احنا نتناقش عن كرة القدم شرايك سلطان الهمالي في لعب علي وانت ناقش احنا في لعب علي هل لازم ناقش كل عايق حق لناقش شيء يا حتى علي اللي كان موجود معاك قبلها بدقيقة قبلها بدقيقة يا أخي ما عطيت فرصة انا ما بنافق تعطي انا شنو سويت توجه في حسام اللعبة وليجي تسبني سلامة لا 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 موسف موسف انا قلت ان فاهد ما بيعيد الكلام عشان ما ينقطع اللي سويت انا باختصار مشيت بقواعد اللعبة توجهت خلاص اسمعتها 4 مرات اسمع من علي اسمع من علي عدتها 4 مرات يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعيد الامر ثلاث مرات الاجلي يفهمون السلام هذه سنة نبوية اذا انتم ما تفهمون مشكلتكم صباح الخير علي طيك العافية شكرا لترحيبك شكرا للسمي الله يتعلم اودي اقول لك فكرة واحدة احنا الان في برنامج نعرض مواد ان تعرض مادة لك ايا كانت انا شاعر فنان مغني اللي هو المادة اللي اوصلها الان فقرة الناقد مسؤولة عن طرح فكرتك ومناقشتها سواء معك شخصيا او مع احد اخر مسألة طرح الفكرة انا لاحظت الان في كلامك تقول انا زعلني انه بعد خروج بديقيتين المسألة يا علي ما هي بمسألة انه لازم اناقش كل متسابق صح فقرة الناقد ليست مسؤولة ان كل خطأ خطأ سلبي او شيء ايجابي اجيبك اتكلم معك انا ما طلبتك تناقشني دخلت الكمش انت روم روحي وطلعت دقيقة علي دقيقة علي انت طلعت مكمل بشه الروم زعلك انت كلامك قبشي قلتها زعلي لما بعدي بدقيقتين انا امشي بالعقد اللي معاي انا اقدر ادخل برصيدي ادري ادري بس الفكرة والشو انت الان زعلك انا ما علي تدخل بشهر مشاعري الداخلية انا اشرح لكي اياها علي انا ما ادخل انا خلنا كمل وجه تطبري الاختلاف انت زعلك الان تقول ليش طرح الفكرة بعد خروجي بدقيقتين انا 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 بتكلم بالفكرة ما ابغى انت مش خاصمي انت ليش بعد ذلك انت ليش حاط نفسك عندي ساحة حرب ليش خاصمي وشرف الخصومة وشرف البارس يا فهد يا فهد خمس ايام اهدى يا حبيب لا 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 اسمع اسمع يا علي خمس ايام ولا اربع ايام انت ادائك سيئ اسمع خمس ايام قلت اسمع شوي خمس ايام قلتني انت ممكن تسرع التحزبات واحد حقيقي هذي كلام طيير هل يقول الكلام هذا صديقا مخصم اتذعبه يقول محل البرامج واقعي ويبغى لك ويبغى انا ما يهم لي انت انا 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 اشوفك خصمي ممكن تسمع انا ما اشوفك خصمي لا تشوفني انا ما شوف خصمي انا اشوف خصمي انا اولا اولا انا عندي مشكلة معك في مسألة سعود الحوشان وسعود وضغطك عليك تيجي امس تيجي امسا حتى الان وتقول بالعقد اللي معي أقدر أخذ نقاط وأتكلم في الكوميش الروم لكن بنفس العقد اللي معك أنت ما يحقق لك تصير لي موظف كلامك هو صحيح من اللي يجاب لك الموضوع هذا أصلا ممكن أكمل أكمل بعد منك الأمر الثاني أنا جيت أنا ناقشك الآن أنا الآن يوم أبغاك أنت شوف فكرياً ما أبغى ناقشك فكرياً فكرياً فكرك ما يعجبني لكن فعلاً 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 أنا أبغى ناقشك في فعلك مع سعود الحوشان نفس أنت ليه اشتي ونقلت الهوش الجوهفية ونقلت الهوش الجوت ان ما تس菜 schöس لا 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 هي اعلي اسمح لي ata craving التصرف غير مقبول كلامك غير مقبول تصرف اللي تحت الهواء انت اكثر نسان منصف والله ينتمنيت انا ما جاء سعود شي شي انا الاضح انشى لاعة انا قreaming شلون يقول أنت أضغط عليه لا أنت كلمت وأخطيت ولا لا يا خوي بعدين ترى الرجال المقدم عرب ما هو هيا أنت تدافع عنه ولا غير أخطيت أنت ولا لا أخطيت أنت ولا لا 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 ما دافع هو دافع عن نفسي أنا دافع عن الشاشة ما يجيك ما جاك هو ما جاك علي سمح لي خطأ ولا أمر يصير بيني وبيني ينتهي بيني وبيني صرت تخطي عشان فواصل والحين تقاطع عشان لا والله العلي العظيم والله يا سلطان والله بس دقيقة عطني هذه أقسم بالله أني ما تعمت فاصل بحياتي ونذرا علي ما تعمت فاصل بحياتي وإذا جا فاصل أعرف أن الأمر اللي أنا قلتها أعتقد أني أصل على الشاشة خطأ خير لكن نظرت أباضة ومنيف أنا أحترم طيب خلاص علي نسمع من علي لأن العيال معي متكلمين وراصدين كل شيء أنا أريد أن أطرح على علي فكرة ونمشي مع بعض الآن أنا لعب كرة طائرة لعبت مباراة وروحت البيت رقت في استيديو تحليل الساعة 11 في الليل جاء أمباراتي ما يتكلم عن أمباراتي إلا أنا صاحي أنا موجود أمبارات أنا موجود أرد عليهم مو طبيعي أنا أتكلم عن أي حدث في البرنامج جاء علي طيب يجر اللعب يطلع يطلع بحسابه شخص يطلع بحسابه جعله يطلع أنا طلعت على حسابي لا بس الشمس يمحب لك يا سلطان تقي لا ترف في الموضوع ترجع اللي تبغاه أنا كلامي واضح أن تقول لا تتكلم عن سعود إلا هو موجود أنا بتكلم عن سعود وفرسدق وسندس واسماعيل عبد الرؤوس كل واحدة بتتكلم فيه دائما مسابق أنا تسمحني أنت تقول لي شنو تعليقك على سعود يعني سولف بالنياب علي علي أنا ما عندي تعليق والرجل مو موجود سولف عن الموضوع بسرعة أعلق عليه الرجل اتهمك تهمة أنك أنت مثلا تخطي على سعود تخطي على علي الغامدي يعني الآن تسألني سؤال محدد أجاوب لا لا فهد معيان فهد سألك علي فهمني فهد سألك قال أنت تخطي على علي الغامدي جاوب علي الغامدي مو فيه رايح جزر مالدي جاوبتك أنا قلت ما بيني وبيني هاي شي أنت تقول ما أفغى جاوب اللي سعود هو موجود يا حبيبنا لا أنت مش فاهم قلت لك أنا ما بي أدخل في التحصيل من هجية علي عساف وأعرافها التي مدري من أني يجيبها من هجيته الغريبة التي تقول أن هنا دخل إلى البرنامج نسلم شيباني وجداني يا عائل ونعم ما قلنا شيء ممكن تسمعني أهدى لا تمريرها لا تمريرها أهدى أهدى أسمعي لا لا ما راح تسحبني الخانة لا 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 تمريرها أنا اللي أسحبت الخانة اللي أبغاها يا علي لا تمريرها علي أنا اللي أنا قزبلوه هو كمس أنا أجامل وتمحزل المرضجال وتفتع رابعه ما جامل أهدى 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 الآن علي عساف عنده مشكلة أنه شايف نفسه مش جاي للبرنامج واقعي هو جاي لساحة قتال فلان خصمي وفلان لازم يكون موجود معي على طاولة الحق الخصومة مشارك الضرب يا أخي خصومة ممكن تسكت يا ابني أشوي بس أسرم أسرم أنت استاهل كل لي لك أنا أسرم والله أنا أحبك أنا وأنا أحبك في الله يشهد الله علي هو أشهد مصارحة كلبية على الساحة أكثر مصارحة كلبية لا ذاهد ذاهد أنا من دون كل شيء والله أنا أحبه وأغليه غلا ما أعلم فيه الله يا حبي لكن هذا لا تسلح لا تسلح أبك شد وميال لا يسحب لا تسلح علي عنده مشكلة أنه هو شوك نفسه هنا يجاي إلى ساحة قتال سلطان خصمي وليس عنده شرف الخصومة وعزيز إحنا إحنا استوديو تحليلي ما يهمنا رأيك اللي تقوله هنا معك الرئيتي إذا كان الكادر اللي خلف الكنترول يشوف أن رأيك كويس ويصلح للظهور على الشاشة ضخرة كاي الرأي كان سيء وما يصلح للظهور على الشاشة على حسب مقوماتهم على حسب المعطيات اللي عندهم ما يطلعوني صح قول مسألة بسيطة فنية مسألة فنية بسيطة والله والله أنك أنك فيه أقسم بالله أنك تفتقد الفنية في أمور كثيرة طيب أولا أنك تتكلم أكمل البكرة تتحكي وتلبس الناس ديابة ما هي بديابة علي 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 اقدر افييت صوتك ترى اذا تكلمت احترمناك واستمعنا اذا تكلموا احتروا مستمع وبخليلك المسافة ما هو بتقاطع لا 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 النقاش ما هو كيف لا 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 بخليك تكلم اسمع منه وبيسمع منه لو سمحت الان جاك طال عمرك في بداية النقاش يقول ليش فهد معيان امس ما نقشني انا مسألة بسألة خليه يكمل يا علي بس عطري فرصتي لا خط بعطيك فرصة بعد دقيقتين تكلم ايه الان يقول ليش ما اناقشني انا مبغى اناقشك في الفكرة ولا يهم مني وجهة نظرك لانها ما تقنعني معجبتني اخر انا ذهبت الى شخص اخر اناقش في نفس الفكرة انه صاحب اقتصاص وكذلك صاحب اقتصاص يعني انا مروح تسأل لا سباح عن كرة قدم صحيح انا سألت لاعب كرة قدم عن لاعب كرة قدم صحيح هذه نقطة الولو قال لا انت ما عندك شرب الخصومة اشتخل شرب الخصومة النقطة الثانية سألنا عن سعود حشاء اشنا في شاشة فقرة نقطة احنا نطلع ساعة في اليوم قال لا لازم يحبر هنا عشان ارد ويرد علي وارد عليه ونقلبها هنا مقطع حق هذا معدالي وهذا معدالك يك فيه وتكلم ورد عليه سعود المسألة بسيط احنا 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 وضحنا حاجة امس انت انضغطت مني حلو افتهاوشت مع سعود الحوشان ومسألة رزالة عادي انت ما قدرت علي فروحت لسعود الحوشان ممتاز راح لسعود الحوشان وطلعوا فاسل وسعود تمر في حلقه أرد ما خلا راح لفاسل انتقلت الهوشة الى الغرف ممتاز وسألنا عن السبب بس عادة تقدر تقولني انضغطت منك بنا خبش انا احنا اقدر رد ايه رد بس طيب يا سلطان طالبك طلبه مثل ما عطيته وقت اعطني اعطني وقت اعطيك وقتك معني زعلان عليك جدا لا والله العظيم انتلك حق تفضل ما كان لموضوع الشعر ولا اي امر انا قلت انعدام شرب خصومة اللي هو ان يوم ان طلعت هذه نبث يعني ها لا تلبسني موضوع الشعر ما اجبتلي كثير عنه نهائية لان وجهة نظري قلتها يوم ان نسجل بابتار وخلصت من عنده يعني موضوعي منتهي بالكامل سالفتي مع سعود يوم اني اقول لك قلت لك السالفة انا ما بيدخل في تفاصيلها والرجل موجود اما اذا شلو تبقى تراتي لها ما بيني وبين الرجل اي امر ينبه ان اصحابه يمتز بالهواء موضوع سعود الحشاب متى انناقش علي دي ما رح يناقشي تناقشني في اي امور لي عندي هان ما يعني انت ذاك اليوم تقول اي شي يطلع بال بيت اي شي يطلع بالبيت لا 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 اي شي ما طلع بالبت على انت بتكلم بالبت شىء صار بالهواء وداخل اسوار القرية يعنينا هذا مو كلام انت ذاك اليوم لا 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 قلت فأي شي يطلع بالهواء ناقشني هي لا 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 دقيق أنت بيها تطلع في الهواء علي علي أنت بيها تطلع في الهواء نحن سترناك ثاني مرة علي 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 لا لا علي أساسيات خلها عندك علي أساسيات الشاشة والأداة والمهنية في المشاركة وتنميق الكلام أتمنى أنه يكون حتى على الهواء كلمتك وخطاك على سعود وراح رد عليك تحت البث وتكلم وتكلمت أنا ما بي أفصل في الموضوع اللي صار حلو؟ لكن أنا أقول ما هو معنات أن أجينا وقلنا نزل رتمك خلاص سنضغطات هاجم أخويات أسمع علي أنت بالذات لأ تقولها لا 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 بقول شيء والله 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 الله العظم من لك تعز علي وكلني كذلك والله أنا تركبني حق لا 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 بقول لك شيء رسم بالله أنا ما صار بأي وماني يبين إلا نقاش أصير من أخوى والله ما هو بسيط والله ما هو بسيط يا علي والله يا علي وقالت لك علي وبصيد ليا سلطان طيب اسمعني يا علي والله أني مضايق وأن بعد حلقة البارح الى اليوم من المشاكل اللي شفتها البارح واني مضايق من الكلام اللي صيد لا 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 اسمعوا كلكم هذه رسالة لكم كلكم انا اشكرك علي عساف والله يعطيك العافية تسمح لي الكلمة اللي انت قلتها السعود ترضى تنقال لك اللي هي شنو اللي طلعنا بسببها فاصل ما قدر اقولها عشان ما نطلع فاصل طيب اقسم بالله العظيم اقسم بالله ان الكلمة اللي وصلتك مو صحيح لا 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 تحلف انا حلفتلك بالله الرسول صلى الله عليه وسلم قل من حلفه بالله زين تنقال لك اقسم بالله ان اللي وصلتك مو صحيح لا لا زين هي تنقال وشن هي الكلمة اللي انت قلتها والله العظيم هي كلمة عادية بس سوى الرجال مدامنا ما يرضى نها تنقال ما نقاين طيب انت ارضى نها تنقال لك خلهوا الكلمة هذه في تنقاش هذا ايه والله اني يرى الكلمة اللي انت قلتها السعود لا الكلمة اللي بالك خطأ وشترك عن اللي في بالي في سؤال محدد يسأل قاضي محامي في سؤال مفتوح تسألة انت بين أجاوب نعم أو لا لا انا مرح اجاوب نعم ولا تتعطيني فرصتي ولا لا اعطيك فرصتك الكلمة هللي ازعلت سعود الحوشان اللي في بالك انتدري على اللي في بالك اللي في بالك اربع جوني من ربع ما جت في بالي الا انك قلت اربع لكن خطأ هم هي واصلة خطأ طيب علي عساني فاقولك شيء تفضل يا سلطان بعيدا عن الكلمة الجملة والاسلوب اللي قالها قلتها له ورد عليك لا ان ترضى ولا هو يرضى والله العظيم اسمع يا سلطان جاني منه بلحظة غضب زودن عن اللي قلتها طيب وانا جاه مني زودن عن القالة فهو نقاش بسيط الله يعطيكم العافية شكرا لكم الله يطلبهم انا بس رسالتي للمتسابقين للجميع سواء علي او غيره دائما كلمة تكاتفوا انتهينا منها تعبنا احنا نقولها خافوا الله يعني في ادائكم خافوا الله في خطاكم على بعض خافوا الله في